ده مدارس أحد أثناء البتاعدة عمل قاء كبير مع عدد من الأطفال ومش ممكن تتخيلي فرحة الأطفال بأن البابا بيحكي لهم حواديد بيتماشى وصيهم بيرنم معاهم حاجة كانت رائعة زار دور مسنين زار دور أيتام عمل أعزات للرهبان في دير الحوويش وفي دير الأنبى شنودة وكانت وعظات جميلة للرهبان طبعا أنا كنت بسمع من بره خالص يعني كان فيه ميكروفونات مكبرة ولكن وعظات رائعة مخصصة للرهبان غير الخدمة الرعوية للأب الكاهنة بيذكره برسلته وكيف يؤدي دوره غير الاجتماعات اللي كانت مع الشعب غير دوره في الحياة غينة غينة دوع اللي حصل خلينا كل واحد فينا شعر بأهميته لدى الباب إحنا دلوقتي بقى كل الإبارشيات دكتور مستنيها الدور الجاي على مين يعني دلوقتي بقيت فيه منافسة وبقيت غيرة المحبة إحنا ساعدنا جئت من بيك يا دكتور نارد طبعا أن احنا ننقل الكرسي البابوي عشان الناس مش مقدرة إمتوا قد سهاجية الواحد واحد بيهبه يعني قدسة البابا أول حاجة القدسة البابا دايما بيزور مش عشان يدي رسالة لحد ولا يوجه أي حاجة لحد ده عشان بيحب يعمل ده وبيحب ولاده في كل مكان ثاني حاجة عايزة أقول أن احنا عارفين أن حضرتك بذلت مجهود كبير في هذه الزيارة أنا ما بذلتش أي مجهود خالص أنا بس أخذت بركة كبيرة إحنا بنشكرك وبنشكر طبعا أباء الكنيسة العظام في سهاج أباءنا المطارنا وأباءنا الأسقفة اللي نظموا لهذه الزيارة الجميلة أنا فعلا أخذت بركة كبيرة جدا قد لا أستحقها لكن قصة أن أنا بذلت بجودة احنا بناخذ بركة